تواصل الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى خلال ثلاث سنوات بإجمالي إثثمارات تبلغ نحو 515 مليار جنيه ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأشاسية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في إطار المشروعات القومية التي تتبنىها الدولة منذ عدة سنوات والتي تهدف إلى وضع مصر في مكانها الصحيح بين الدول تواصل الحكومة بمبادرة ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ المشروع القومي لتطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات باستثمارات تبلغ 515 مليار جنيه مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في الثاني من يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأخثر احتياجا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطن الريف المصرية من خلال تطوير 4584 قرية يمثلون نسبة 58% من إجمال سكان الجمهورية يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية الطرق والنقل الصرف الصحي ومياه الشرب الكهرباء والإنار العامة والغاز الطبيعي بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وإنشاء مجمعات صناعية وتوفير مشروعات ذات عائد اقتصادية وتشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم مشروع تطوير القرى المصرية يعمل أيضا على تقديم التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم لأهالي القرى المرحلة الأولى من المشروع استهدفت تنمية القرى الأكثر احتياجا بإجمال ثلاثمائة وخمسة وسبعين تجمعا ريفيا يشتملون على أربعة ونصف مليون مستفيد بإجمال استثمرات ثلاثة عشر ونصف مليار جنيه لتنفيذ 2180 مشروعا تم الانتهاء من ستمائة مشروع وجار تنفيذ 1580 مشروعا وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمال أربعة ألاف ومائتين وتسعة قرى بالإضافة إلى ثلاثين ألف وتسعمائة تابع وذلك لإحداث نقلة للريف المصري وتحقيق تنمية متكاملة للمصريين اشتركوا في القناة